ضمن محاولات قسم الأمن الجماهيري في بلدية رهط بالنقب لخفض حالات العنف المستشري في المجتمع عقد اجتماع في المركز الجماهيري بمشاركة شيوق ووجهاء من ذوي العلاقة بالصلح العشائري لدراسة سبل معالجة هذه الآفة خاصة في الأشهر الحرم لعلاج ظاهرة العنف في مجتمعنا العربي والبدوي في الجنوب وفي المجتمع العربي عامة يجب أن ندمج بين أمرين الجانب الأول هو جانب القانون العرفي والاهتمام به ودمجه في مشارب الحياة اليومية وكذلك زيادة الوازع الديني في المجتمع حتى نجمع بين الأمرين والنقطة الثانية لا يمكن أن تكون هناك أي إمكانية بدون دمج مادة القيم في المدارس والمناهج التربوية الوضع الاجتماعي عندنا الصعب بالنسبة للعنف الذي يسري في عروقنا يسري في ذمنا وكل واحد مننا بيعرف الوضع عند أولاده الشيء اللي حدث عندنا هو الانحلال الاجتماعي ولا أب يستطيع أن يسيطر على ابنه بالرغم أن يرى السلاح معه يعرف أنه يتاجر في المحرمات يعرف أنه عنده جماعة إجرام وأصبح الشعب السير تحت هذه المجموعة وكانت شرطة اللواء الجنوب أثبتت أن باستطاعتها العمل فورا من أجل القبض على مشتبهين حيث قامت خلال ساعات باعتقال عدد من المشتبه بهم في جريمة إطلاق النار على شاب ثلاثيدي على مفرق تل عراد إثر شجار مؤسف بين عائلتين هذه الظاهرة بدأت تأخذ مجرى وبعد كبير ونحن نشوف أنه قديش المجتمع بيعاني منها وليت أنه هذا المجتمع يفكر دائما قبل ما يقدم على أي عمل فيه عنف ويبدأ يراجع نفسه ويحط كوابح لهذه الظاهرة علينا أن نوعى الشباب لعادات وتقاليد البدوية الدين الإسلامي إيش بيقول في المدارس احترام الكبير احترام متبادل ومن هذه المنطلق برضو كمان لازم نحيي العادات والتقاليد عند أكبرنا الموجودين اليوم لأن أبعدنا شوي عن العادات والتقاليد وعلى الرغم من استمرار إطلاق النار العشوائي في رهط إلا أنه طرأ انخفاض على أعمال العنف والجريمة في المدينة بنسبة 30% ما يشجع القائمين على علاج آفة العنف بالاستمرار في تذويت قيم التسامح والسلم الأهلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر